وزير الخارجية الفرنسي قال إن الوضع في لبنان ينظر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم بفعل مخاطر فيروس كورونا وأشار إلى أن الأزمة الاجتماعية المتفاقمة تنظر بزيادة احتمالات تفجر أعمال العنف هل تلتقون مع تقييم وزير الخارجية الفرنسي؟ نعم أعتقد أن هذه الكلمات مهمة نحن يقالقون حيال الوضع في لبنان منذ فترة تعرف أن لبنان هو مكان يعرفه كثيرا الوزير بومبيو وأمضى وقتا طويلا مع ديفيد هيل والآخرين يركزون على لبنان وفي سنوات الماضية منذ أن أصبح بومبيو وزيرا للخارجية أمضى وقتا طويلا يتكلم مع القادة في لبنان أعلن بطريقة غير علنية قبل الأزمة المالية تكلموا عن الحاجة إلى إصلاحات حقيقية واقتصادية وسياسية وغيرها ونرى الاحتجاجات في لبنان ونحن دعونا الحكومة الماضية والحكومة الجديدة في لبنان إلى الاستماع إلى مطالب الشعب اللبناني ونحن نرى أن حزب الله هو قوة مزازعة للاستقرار في لبنان وأشير إلى أننا استمرينا في مساعدة ودعم لبنان على المستوى الديبلوماسي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي ولكن على القادة اللبنانيين أن يتخذوا قرارات صعبة ونحن سنعمل مع فرنسا ومع الآخرين للتوصل إلى مستقبل أفضل لبنان ولكن الأمر يعود إلى قادتهم هل تعتبرون هذه الحكومة حكومة حزب الله؟ طبعا نحن نعرف ما هو الواقع نعرف أن حزب الله منخرط في الحكومة في لبنان ونحن نددنا بذلك لأن حزب الله قوة تزعزع الاستقرار في لبنان سنستمر بالعمل مع الحكومة الشرعية في لبنان ولكن لا بد أن يكونوا جديين فيما يتعلق بالإصلاحات نتكلم عن هذا الموضوع منذ حوالي سنة وهو أمر مهم خاصة بالنظر إلى الظرف الاقتصادي المأساوي طبعا هناك الجائحة التي أدت إلى مشاكل اقتصادية عبر العالم صحيفة التليغراف كتبت أن الناس ستموت في غضون أشهر وأن لبنان يتجه نحو مجاعة في وقت يزيد الجوع بسبب الوباء ما رأيكم بهذا العنوان؟ وماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل لمساعدة الشعب اللبناني؟ عندما تتكلم عن الجوع طبعا هو نتيجة لأزمة كوفيد-19 وبالتالي المشكلة ليست فقط لبنانية أنا كنت مع الوزير بومبيو في اجتماعات تكلم في إطارها عن الموضوع وأشخاص كثر تكلموا عن إمكانية الوصول إلى نقص في الغزاء عبر العالم نحن ما زلنا نحارب الجائحة وسيكون هناك الكثير من التأثيرات خاصة في مجال تراجع الأمن الغزائي في لبنان والشرق الأوسط وإفريقيا وهي مشكلة حقيقية لذلك الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت المانح الأول لمساعدات مواجهة أزمة كورونا أو كوفيد-19 عبر العالم والشعب الأمريكي هو الشعب الأكثر سخاء في العالم فيما يتعلق بالتمويل الصحة العالمية نعمل مع USA على المستوى الإنساني ونركز على ما يحصل فيما يتعلق بالأمن الغزائي بعد الجائحة أمين عام حزب الله حذر من أن الأمريكيين على خطأ إذا اعتقدوا أن الحزب سيسمح بتجويعه وتجويع اللبنانيين وقال أقول لكم إن سلاحنا سيبقى في أيدينا ولن نجوع وسنقتلكم هل لديك أي تعليق على هذا الأمر؟ نعم نحن اعتدنا على هذا التطفل وهذه التهديدات منذ فترة طويلة الشعب اللبناني عليه أن ينظر إلى الدول الأخرى في الشرق الأوسط هناك مساران في الواقع المسار لمن يريد أن يبقى تحت النفاذ والوطأ الإيرانية ومسار من يريد أن يكون شريكا وحليفا وصديقا للولايات المتحدة الأمريكية أما المسار الذي يؤدي إلى الوطأ الإيرانية فهو غير منتج لكل الشعوب الذين يعانون منهم اليمن، سوريا، العراق، ولبنان هذا المسار لا يؤدي إلى النجاح بالنسبة للشعب اللبناني لماذا نعيد النفوذ الإيراني الذي أدى إلى مشاكل في دول كثيرة؟ الشراكة مع أمريكا هي السبيل الأفضل إلى الأمام والشعب اللبناني يرى ذلك ولكن ألا تعتقدون أن حل معضلات حزب الله تتطلب معالجة دولية وليست داخلية؟ نعم، نعتقد أن هناك الكثير من الأصدقاء والحلفاء في أوروبا خاصة فرنسا كما أشرت في بداية المقابلة يهتمون كثيرا برخاء ونجاح لبنان لكن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني عليهم أن يتخذوا القرار الابتعاد عن حزب الله والابتعاد عن إيران والتوجه نحو مصاري الرخاء والسلام الذي تريده أو تقدمه أمريكا وفرنسا أقرت إسرائيل مؤخرا بدء استكشاف النفط على الحدود البحرية المتنازع عليها مع لبنان وقد اعتبر الرئيس اللبناني أن هذا القرار خطير جدا وسيعقد الأمور أكثر ما هو موقف الولايات المتحدة من هذا الموضوع نعم هو قرار يعود إلى الحكومتين إسرائيل ولبنان عليهم التحاور والتوصل إلى قرار هي مسألة ثنائية عرفوا أن سافيرنا في لبنان وسافيرنا في إسرائيل والوزارة وزارة الخارجية يمكنهما أن يساعدوا في هذه المفاوضات ولكنها شأنا ثنائية هل تعملون على الوساطة بين الجانبين حيث كان مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر ينتظر ردا من الحكومة اللبنانية هل من جديد في هذا الصدق؟ نعم مساعد الوزير شينكر كما تقول يعمل بجد كبير على هذا الملف الكبير أيضا فيما تعلق بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ولا أريد أن أستبق أي إعلان قد يقوم به ولكن نعرف أننا نركز على هذه الشؤون أخيرا هل هناك أي نية أمريكية بوقف المساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية؟ موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو نفسه هناك دائما مناقشات على أعلى المستويات بين الحكومتين مع لبنان نحن ما زلنا منخرطين ديبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا ونحن أيضا نتمنى أن تعتمد هذه الإصلاحات ونتمنى من الحكومة والشعب في لبنان أن يختارى الطريق الأفضل الذي يمكن أن يحصل مع أمريكا ترجمة نانسي قنقر